انتقل بعد هذا إلى واحدة من الرسائل التي جاءت لبرنامج نور على الدرب يقول فيها المرسل عندنا مسجد بني من القش وجاءت مطرة شديدة يوم الجمعة وعندما خرجنا إلى الصلاة لم نجد مكانا إلا خارج المسجد وجاء الإمام فخطب وصلى هل هذا العمل صحيح؟ لأن بعض الناس يقولون هذه الجمعة باطلة وبعضهم يبطلون الجمعة إذا لم يتم العدد 12 شخصا أفدون أفادكم الله صلاة الجمعة بهذه الصورة صحيحة إن شاء الله فيجوز أن تقام الجمعة خارج المسجد ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء فإذا كان المصلون صلوا الجمعة خارج المسجد فإن صلاتهم صحيحة لا يشترط أن تقام في المسجد ولسيما إذا كان المسجد كما ذكره السائل قد أصابه المطر وأصبح لا يصلح لإقامة الصلاة فيه فلا بأس أن يصلوها خارج المسجد في المكان الذي يأمنون فيه على أنفسهم وأما العدد فالصحيح أنه لا يشترط للجمعة عدد معين فتصحوا ولو كان العدد قليلا إذا توفرت شروط إقامة صلاة الجمعة ترجمة نانسي قنقر